موسيقى رئيس الجمهورية يترأس غدا الأحد اجتماعا استفنائيا لمجلس الغزراء الوزير الأول يؤكد أن مشروع تعديل قانون النقد والقرض جاهز وفي روبرتاج النشرة القبة الجيوديسكية نموذج حديث عن خيمة سياحية فخمة النشرة الرئيسة من الاقتصادية الأولى أهلا بكم بداية يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني غدا الأحد اجتماعا استثنائيا لمجلس الغزراء يخصص لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية أعلن مجمع تشينلي في بيان له عن استئناف انتاج حليب كونديا على مستوى مصانعه بكل من ولاية بيجايا الجزائر العاصمة وسطيف وأكد المجمع ذو الحقوق الجزائرية 100% أن أسعار منتجات كونديا لم تتغير مقدما اعتذاره لزبائنه عن الإقطاع المواقة في إنتاجها كما سجل أيضا التزامه ببذل كل ما في وسعه لتموين السوق الوطنية بهذه المنتجات في الأيام المقبلة ندرة حادة في الحليب غير المدعم تشهدها مختلف أسواق الجزائر هذه المادة التي كانت تلبي احتياجات المواطنين في ظل التذبذب الحاصل في توزيع حليب الأكياس حيث تقدر احتياجات الجزائر من هذه المادة بأربعة مليارات وخمسمائة ألف لتر سنويا التفاصيل في سياق التقرير التالي 25% من احتياجات السوق الوطنية يغطيها الحليب غير المدعم هذه المادة التي كانت تلبي احتياجات عدد من المواطنين في ظل التذبذب المستمر في توزيع حليب الأكياس بات يشهد ندرة حادة أرجعها خبراء إلى كبح الواردات فضلا عن لجاءات الصارمة التي تفرضها الحكومة على رخص استيراد بودرة الحليب هو صحيح يعني هذه من بين الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة وكبح الواردات ونحن نعرف بأن الكمية الكبرى من البودرة الحليب كلها مستوردة ونحن نعرف بأن هناك إجراءات تاريم على الاستيراد وبطع فيما يتعلق بالفوطين البنكي إلى آخرين فأعتقد أن هذا سبب من الأسباب أعتقد أننا قلنا مرارا بأن تبح الواردات فحيح هي أفادتنا كثيرا في اقتصاد حيات الصرف ولكنها أضرتنا في كثير من الجوال خاصة إما يتعلق ببعض التلع التي يحتاجها المواطن وتنفق الجزائر سنويا ما لا يقل عن مليار دولار على واردة الحليب على الرغم من الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها لتطوير إنتاج الحليب الطازج محليا في حين يؤكد الخبراء أنه لا مناصة من التزام الحكومة بوعودها بالإسراع في إصلاح نظام الدعم الحل الوحيد في مضاريه هو أن تقوم الحكومة كما وعدت في برنامجها وكما وعدت في قانو المالي في 2020 هو أن تسرع في إصلاح نظام الدعم بمعنى رفع الدعم الذي يناله الجميع وتجيه لمستحقه لماذا؟ لأن كل مكان لدينا مواد مدعمة أو الحليب أو الزبيت أو السميد أو أي بداعة أخرى فسوف تبقى هذه الأمراض يعني سوف تبقى التهريب عن طريق الحدود لأنها أرخص لأنها مدعمة سوف يبقى الاحتكار سوف تبقى المضاربة وبحسب أرقام الديوان الوطني المهني للحليب تحتاج الجزائر إلى مليوني رأس من البقر الحلوبة لتغطية كامل احتياجاتها والتوقف عن الاستيراتة في حين يقدر العدد الإجمالي لرؤوس الأبقار بتسعمائة وثمانية ألاف رأس حاليا وهو عدد غير كاف لتلبية احتجاجات السوق الوطني من هذه المادة والتي تقدر بأربعة مليارات وخمسمائة ألف لتر سنويا أعلن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن في رده على نواب المجلس الشعبي الوطني الخميس عن جاهزية مشروع تعديل قانون النقد والقرض تعديل تترقبه الساحة المالية الوطنية وكل المتعاملين الاقتصاديين ومن بين الملفات الثقيلة المدرجة في هذا المشروع ملف مكاتب صرف العملة الصعبة وفي شرحه عن سبب إدراج هذا الملف في تعديل الجديد كشف الوزير الأول عن استغناء جل الذين منحت لهم ترخيص إنشاء مكاتب الصرف عن نشاطهم وعددهم 43 من أصل 46 بخصوص التساؤلات المتعلقة بفتح مكاتب الصرف ينبغي الإشارة إلى السيدات والسادة النواب إلى أن فتح مكاتب الصرف العملة الصعبة مؤثر حاليا بتدابير تنظيمية لبنك الجزائر حيث تم اعتماد 46 مكتب صرف ومنح 76 تفويض بالصرف لعدد من المؤسسات الفندوقية غير أن هذه المكاتب لم تثبت نجاعتها يعني إطار تنظيمي موجود ناس تحدث على مكاتب الصرف كأنه يعني أحد الأغوال هناك تنظيم تعبق الجزائر لنظم هذه الإجراءات تقدم ملف تاعك تعتمد ولكن أنت وظهرك عندك العملة تاعك غير أن هذه المكاتب لم تثبت نجاعتها حيث أنه من بين 46 مكتب صرف معتمد تخلى 43 منها على الرخصة وأما المكاتب الثلاثة المتبقية لم تحقف أي رقم أعمال لعدم توجود نشاط وفي هذا الصدد وقصد تأثير أحسن لهذه المكاتب وتعزيز دورها فقد أدرج هذا الموضوع ضمن مشروع تعديل قانون النقد والقرض الذي تم استكماله بالنسبة للامتصاص السوق الموازع للصرف هناك إجراءات سوف نطلعكم عليها إن شاء الله في قابل الأيام هذا وكشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن أن حكومته بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية جديدة للوصول إلى حلول جدية لملف السيارات تجنبها اختلالات الفترة الماضية التي شهدت استنزافا خياليا للعملة الصعبة قرأ في الموضوع للزميل حسام غربي في هذا التقرير أرقام خيالية لفواطير بالعملة الصعبة تم إنفاقها على ملف استراض السيارات في السنوات السابقة جعل من الحكومة الحالية تنتهج استراتيجية جديدة هي بصدد الانتهاء من أعدادها للوصول إلى حلول جذرية لهذا الأخير حسب ما أعلن عنه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن خطوة من شأنها أن تصحح هفوات الماضي وتسرع في وطيرة حلحلة ملف طال انتظارها الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية حقيقية جديدة الهدف منها الوصول إلى حلول جذرية لملف السيارات قصد التكفل بالاختلالات المسجلة في المنظومة السابقة لهذه الشعبة وفي هذا الصدد وجب علينا التذكير بالأيام بالألقام الخيالية التي تم تسجيلها خلال سنتين 12 و13 أين بلغت فاتورة استيراد المركبات على التوالي ما قيمته 7.6 مليار دولار أمريكي و7.3 مليار دولار أمريكي الوزير الأول كشف أن العديد من المتعاملين العالميين في مجال صناعة السيارات أبدوا رغبتهم في الاستثمار ودخول السوق الجزائرية خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الذي تضمن العديد من التحفيزات في هذا المجال مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن هذه العلامات نهاية الشهر الجارية مفاوضات جد متقدمة قد تامت مباشرة عبل سننتهي منها إن شاء الله قبل الشهر الحالي مع مصنعين عالميين للسيارات الذين أبدوا رغبة ملحة في الاستثمار في بلادنا لبناء صناعة حقيقية للسيارات أعتقد أن الحكومة تملك حاليا المقاومات إطلاق مشروع السيارات بحيث أن هناك رؤية جديدة قانون استثمار جديد محفز الاستثمارات بالإضافة إلى مداخل مالية إضافية تأتت عن طريق ارتفاع أسعار المحروقات وبالتالي في الشريك الأجنبي بإمكانه أن يأتي للجزائل وينقل تجربته التوجه نحو صناعة حقيقية للسيارات مع تبني استراتيجية جديدة للاستراد أهداف تسعى من خلالها الحكومة تدارك أخطاء الفترة الماضية وترشيد نفقات الخزينة العمومية في هذا المجال في موضوع آخر شرك وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمسغرة يسين المهدي وليد تجربة الجزائرية في مجال الابتكار والمؤسسات الناشئة بدولة أندونزيا حيث تناولت مداخلته السياسات العامة التي تضعها الدولة الجزائرية في مجال اقتصاد المعرفة والابتكار أين بيّن مكامن قوة التشريعات الجزائرية الهادفة إلى بناء اقتصاد جديد مبني على المعرفة والاستثمار في الطاقات الإبداعية وتحدث مع الوزير الأندونسي حول الفرص الممكنة لتعاون جزائري أندونسي في مجالة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة بناء على العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة التي تربط الشعبين مشاط الوكالات السياحية لم يعد يقتصر فقط على الأسفار وإنما وصل إلى حدود الإبداع السيد حكيم العايب صاحب وكالة لمطرس تمكن في فترة كورونا من إنجاز خيمة جيوديسكية متنقلة إنجاز سيمكن الجزائر من الترويج إلى السياحة الفلكية التفاصيل في تقرير صار علالي حكيم العايب صاحب الوكالة السياحية لمطرس بباتنا كان همه الوحيد في فترة كورونا إخراج السائح من التخييم التقليدي إلى التخييم الفخم بنكهة الفنادق ففكر وأنجز أول خيمة جيوديسكية بالجزائر لاقت استحسان عشاق السفري والمغامرة بدأت الفكرة الكرياسون في جائحة كورونا ودرت تحدي أن يكون مشروعي جزائري مشروعي جزائري 100% الخيمة الجيوديسكية الجزائرية يتوفر فيها كل ما يحتاج السائح أول من كتيرات مطبخ صغير ثاني حاجة فيها حمام حمام فيه دوش فيه ماء سخون فيه دورة مياه موجودة فيها كل شيء وفيها سرير يعني فيها كل ما يلزم السائح هذه الخيمة الكوروية مصممة من هيكل فلاذي وقماش دو جودة عالية تعمل بنظام الطاقة الشمسية مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتركب في ساعتين على الشاطئ في الصحراء أو الجبل حاولي تقرب 1 مليون دينار جزائري يعني لي في الزيتو يعني موش نقول في الزيتو يعني بس وسط لإنجح هذا المسروع يعني بس هيكلت الخيمة نعم كنا تعاوننا في إنجاز هذا المشروع يعني من الأبناء للزوجة يعني بكل صراحة الزوجة عندها يعني الحمد لله ساعدتني بأفكارها لماذا عندها؟ عندها ورشة خياطة والورشة خياطة تساعدني كثير يعني في خياطة الخيم وهي موش من اختصاصها وبالفعل يعني حاولتها أن نقنحها بأنها تستطيع يعني تنجم تخيط مدام تخيط يعني في وستان تنجم تخيط خيمة يعني ما فيش يعني بهذا الخيمة هذه النجم تكون في الصحراء في التسيلي أو في الناجر في الجانات أو في صحراء الصورة وخاصة السياحة الفلكية ولكن اليوم السائح لازم نخرج من البيئة اللي كان عايش فيها من الفناة خمس نجوم من ربعة نجوم وكذا ونخليه يعيش عيشة باراري في حاجة فخمة توقف نشاط وكالة السيد حكيم خلال فترة كورونا دفع به إلى إنجاز هذه القبة مع زوجته وأولاده في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وشغفه بالسياحة الفلكية دفعه لتطوير الخيمة السياحية التقليدية ليتمتع السائح الجزائري بمتعة السفر والمغامرة في موضوع آخر حقق النفط أكبر مكاسف أسبوعية له منذ مطلع مارس الماضي مدفوعا بقرار تحالف أوبيك بلاس بخفض الإنتاج بمليوني برميلة وفي قرار قال عنه التحالف أنه جاء للحفاظ على التوازن بين العرض والطلاب على الذهب الأسود وشهدت الأسواق الدولية بيع خامي غرب تيكساس الوسيط الأمريكي قرابة ثلاثة وتسعين دولار للبرميل بينما تجاوز مزيج برانت سبعة وتسعين دولار للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف سبتمبر الماضي وأعلن التحالف المنتج للنفط عن أكبر خفض للإنتاج منذ بداية جائحة كورونا بمقدار مليوني برميل يوميا في خطوة من المنتظر أن تضغط على السوق أكثر كما أكدت روسيا من جديد هذا الأسبوع أنها لن تبيع النفط إلى دول تتبنى حملة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لوضع حد أقصى للأسعار ما يزيد حالة عدم اليقين للمعروضة قال مسؤولاني مطلعان على التطورات لموقع ماينت الهندي أن الهند تجري محادثات مع أونغولا والجزائر بشأن شراء الغاز الطبيعي المسال وبحسب وزارة التجارة الهندية كانت الجزائر قد زودت الهند بالغاز الطبيعي المسال بقيمة 61.03 مليون دولار في أوتي الماضي أما الآن فتأتي هذه المحادثات لإمضاء عقود طويلة الأجال لتلبية الطلب المحلية وسد فجوة العرض التي أوجدتها شركة الطاقة الروسية العملاقة غاز بروم في برام عقدها مع شركة توزيع الغاز غايل الحكومية أكد بيان لسامسونج إلكترونيكس الكورية أول انخفاض في أرباحها منذ ثلاث سنوات حيث انخفضت الأرباح التشغيلية بمقدار 32% إلى 10.8 تريليون وون للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر وهو ما يقل عن تقدير المحللين بمتوسط قدره 12.1 تريليون وون ما يؤكد عمق التراجع العالمي في سوق أجهزة الكمبيوتر وشرائح الذاكرة هذا وأضاف البيان تحذير مصنعي شرائح الذاكرة العالمية من أن صناعتهم تعاني من صرامة متزايدة في السوق وانخفاض طلبات عملاء التكنولوجيا الاستهلاكية بشكل فاق المتوقع وعليها تقوم كل من شركتي مايكرون تكنولوجي وكيو اكسيا هوليدنغز بتقليص الانتاج في محاولة لإعادة توازن العرض وتجنب انهيار الأسعار رغم تسجيلها لعجز بقيمة 165 مليار سنتين بآخر تقرير مالي جاء إعلان رئيس الفاف جاهيد سفيزف بقاء بالماضي أقول على رأس العارضة الفنية للمنتخب إلى غاية مونديال 2026 ليفتح باب الجدل مجددا بخصوص قدرة الفاف على تحمل تكاليف الراتب الضخم للناخب الوطني في ظل الأزمة المالية التي تواجه اتحاد الكرة المحلي المزيد من التفاصيل في تقرير عبدالسلام سعد الله بعد ترقب طويل لمصير مدرب المنتخب الوطني وإمكانية رحيله عن المنتخب من عدمها فصل أخيرا في الموضوع الذي شغل لأشهر الشريع الرياضي بعد إعلان رئيس الفاف جاهيد سفيزف بقاء بالماضي لعهدة جديدة من المنتظر أن تمتد إلى غاية مونديال 2026 إعلان وبقدر ما أرحى الغالبية العظمى للشريع الرياضي كون الرجل يحظى بقبول كبير لدعمة المشجعين ناهيك عن اللاعبين إلا أن المواضلة الأكبر التي ستواجه اتحاد الكرة المحلي ستتمثل في الراتب الكبير لقائد كتبة محاربية الصحراء والذي من شأنه أن يشكل عبءا كبيرا على خزينة الفاف التي لا تزال تعاني أطار الأزمة الاقتصادية التي خلفت جائحة كورونا وشح الموارد المالية من قبل الرعاة بالإضافة لسقطة الفشل المونديالي التي حرمت الاتحاد الكروي من موارد قيمة كانت لتتجاوز العشرة مليون دولار عوامل اجتمعت لتسهم في تسجيل الفاف لعجز مالي بقيمة 135 مليار سنتيم في حصيلة سلبية لم تسجل الاتحادية الجزائرية منذ ما يفوق عقدا من الزمن وفي ذل غياب تمويل ضخم من قبل الرعاة الذين يستهويهم تواجد المنتخب بالمنافسة الكبرى سيكون على مدرب الخضر أن يعجل بإعادة بوسالة أشباله للطريق الصحيح من أجل المساهمة رياضيا في تمويل رتبه الكبير الذي سيتجاوز في حال بلوغ المدرب محطة مونديالي 2026 مائة وستين مليار سنتيم وهي التكلفة الضخمة التي تستوجب تحقيق المنتخب لنتائج مرضية بنسختين كأس أمم إفريقيا 2023 ونسخة 2025 والتي ستكون إلى جانب التواجد بكأس العالم هدف بلماضي الأبرز في حال حظية الجزائر بفرصة تنظيم النسخة التي تم سحب تنظيمها من دولة غينيا نبقى مع أخبارنا الرياضية إن كشف موقع ذو أتلاتيك عن مقوع أندية الدورية الإنجليزي في ورطة مالية كبرى بسبب انهيار قيمة الجنيه الإسترلينية ويعتبر فريق مانشستر يونيتد الإنجليزي المملوك من قبل عائلة غلايزر الأمريكية والمدرج ببورصة نيويورك أكثر الأندية تضررا من انخفاض الجنيه الإسترلينية بعدما أقدمت إدارته شهر جوان الماضي على اقتراض ستمائة وخمسين مليون دولار من بنوك في الولايات المتحدة وهي القيمة التي كانت تقدر حسب سعر الصرف وقتها بخمسمائة وثلاثين مليون جنيه إسترلينية لترتفع الكلفة بعد الانخفاض الرهيب للعملة البريطانية أمام الدولار وتبلغ ستمائة واثني عشر مليون جنيه إسترلينية وهو ما يمثل أعباء إضافية على النادي الإنجليزي الذي يحصل إراداته بالجنيه الإسترليني فيما يقدم أرباحا سنوية لعائلة غلايزر بالدولاري الأمريكية بهذا نصل وإياكم مشاهدين الكرام لطي أوراق نشرتنا الرئيسة لنهر اليوم في أمان الله اشتركوا في القناة